إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس الكلام اللي قلت هذا هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أبو هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث بأن يوشع بن نون استطاع بإذن الله أن يوقف الشمس في السماء فجلست ثابتة في السماء في منظر عجيب جدا والمشكلة أن يوشع كان وقتها في معركة شديدة لتحرير بيت المقدس من قوم اسمهم الجبارين العمالقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب كيف حالكم إن شاء الله نكون بخير وموركم إن شاء الله قبل ما نبدأ قصة اليوم لازم نعرف شيئين مهم الشيء الأول إن في عقيدة موسى عليه السلام كان حرام عليهم العمل بيوم السبت فما يعملون أبدا في يوم السبت أما الشيء الثاني إن فيه قوم اسمهم الجبارين العمالقة اسمهم واضح فكانوا عمالقة وضخام ومتسلطين وظلمة يعني اسم على مسمى هذول القوم احتلوا بيت المقدس واللي كتبها الله سبحانه وتعالى للمسلمين من بني إسرائيل واللي هما أتباع موسى عليه السلام فالله سبحانه وتعالى شرع لهم القتال شرع القتال لأصحاب موسى واسترداد بيت المقدس يعني صار أمر من الله سبحانه وتعالى ولكن كان ردهم على موسى قالوا يا موسى إننا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد أعوذ بالله تذكروا كلامهم هذا لأن المعركة الجاية هي معركة مؤتعة وبتعرفون فرق الشجاعة ما بينهم وما بين الصحابة رضي الله عنهم خير من مشى على الأرض من بعد الأنبياء والحقيقة اللي خلاني أسوي هذا المقطع الصغير إني لازلت شغال على معركة مؤتعة لأنها المقطع طويل جدا فادعوا لي بالله عليكم لأني الحين جالس شغال عليه الحين خلونا نرجع لأنس اللي قص القصة معلش فكانوا جبناء ورضيوا بالذل والهوان ورفضوا أمر الله وعصوا نبي الله فحاول فيهم موسى ولكنهم رفضوا رفض شديد وقالوا إذا تبغى تقاتل أنت قاتل حينما حنا مقاتل فدعى موسى رب قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخاف إلا أنا وأخوي اللي بالروح نقاتل ففرق بيننا وبين القوم الفاسق يعني ربي نزل بمن يستحق منهم العقوبة فهم عصوا أمرك يا رب ورضيوا بالذل يعني دعا عليهم موسى عليه السلام فجاء الرد من الله سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين فحرم الله عليهم هذه الأرض أربعين سنة وهذا كل بسبب خوفهم وجبنهم وعصيانهم لله سبحانه وتعالى فجلسوا أربعين سنة اللي توفى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وماتوا هذول الجبناء اللي رفضوا القتال وأبدل الله سبحانه وتعالى قوم غيرهم أشد منهم قوة وأكثر إيمان ورغبة في القتال واللي هم أصحاب يوشع بن نون عليه السلام دامنا عرفنا المقدمة هذه وعرفنا إش قصة بني إسرائيل مع موسى الحين خلونا ندخل بالقصة مباشرة خذ لك شي تاكله لا تنسى التابعني في كل السوشيال ميديا وكتب أنا ساكشن وبإذن الله العلي العظيم من دوما نطول بسم الله نبدأ مرت الأيام ومرت أربعين سنة إلين مات موسى عليه السلام ومات من رفض القتال مع موسى وجاء من بعدهم قوم شجعان يبغون القتال وإيمانهم كان أقوى من اللي قبله وبعث الله سبحانه وتعالى لهم رجل اسمه يوشع بن نون واللي يقال بأنه غلام موسى اللي كان معه في قصة الخضل اللي مذكورة في القرآن والله أدرى وأعلم علمهم إن يوشع بن نون قال لهم إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقتال وتحرير بيت المقدس من هذولة الظلمة وإن بيت المقدس كتبت للمسلمين وطبعا هذولة الظلمة هم الجبارين العمالقة هذولة لازالوا محتلين بيت المقدس فبايعوه على القتال والسمع والطار فتجهزوا وانطلقوا بقيادة يوشع لمدينة أريح وحاصروا هذه المدينة ستة أشهر كانوا مستعدين للاقتحام في أي وقت وفي هذاك الوقت العمالقة هذولة الجبارين كاموا يدورون على العباد في مكانه أي واحد عابد لله سبحانه وتعالى يمسكونه ويقولون ادعى على يوشع بن نون ولا بنقتلك فكان كل ما يدعي واحد ينقل بالسانة بدل ما يدعي عليهم يدعي لهم وهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى في روح عند العابد هذا يقولون ادعى على يوشع بن نون فيرفع يدي وينقل بالسانة ويدعي لهم بالنصر فكان كل واحد ينقل بالسانة يقتلونها ظنا منهم إنه مع يوشع بن نون ضدهم وظلمهم جبارين أصلا بس يوم جاء الشهر السابع اقتحم يوشع بن نون الأسوار أسوار هذه المدينة ودخلوا وقاتلوا قتال شديد هذول العمالقة أجسام كبيرة يا رجل بس ما كانت أجسام زي اللي مذكورة الحين يعني في الإسرائيليات إنهم عمالقة وإنهم كبار جدا طول الواحد ثلاثين متر أربعين متر هذا كلها يعني ضعيف بس الأرجح إنهم كانوا هذا مسماهم وإن أجسامهم كانت فعلا كبيرة جلسوا ويقاتلون قتال شيريس جدا بس قتالهم ما كان سهل أبد جلسوا فترة طويلة وهم يقاتلون هذول العمالقة ومرت الأيام إلين جاء يوم الجمعة والقتال لازال بينهم واليوم الثاني بيكون يوم السبت واللي حرام عليهم القتال فيه والعمالقة عارفين إن يوم السبت حرام عليهم القتال فيه حرام عليهم العمل أصلا صارت خطة العمالقة الآن هي بس انتظارة يلعبون على سوفة الوقت إلين يجي يوم السبت هذا وينتصرون مجرد ما يجي يوم السبت فينتصرون العمان فكانوا بني إسرائيل كل شوية يطالعون في الشمس خايفين تغرب لأنها لو غربت بيوقفون للقتال مباشرة ومن بعدها بيجي يوم السبت اللي حرام عليهم أنهم يقاتلون فكان كل الجيش يناظر في الشمس ويقاتل في نفس الوقت وكان منهم يوشع بالنون وخلاص الشمس على وجهك الغروف في أي وقت بتغرب بس يوشع بالنون ناظر في الشمس وقال للشمس أنا مأمور وأنت يا شمس مأمورة فاللهم احبسها علينا فهين حصلت المعجزة فتوقفت الشمس في السماء وما غربت واستمروا في القتال والجبارين دولة يقاتلون وينتظون الشمس تغرب كانوا يلعبون على سالفة الوقت يناظرون في الشمس ما غربت واقفة في السماء وهين عرفوا العمالقة بأن وضعهم رح ينتهي إذا كانت الشمس توقفت في السماء يا رجل فاستمروا في القتال حتى نصر الله سبحانه وتعالى يوشع وأتبع من مسلمين بني إسرائيل وفاتح الله لهم بيت المقدس ودخلوها وأصبحت أرض المسلم فكان يوشع هو أول من توقفت لها الشمس في التاريخ وإذا أنت مهتم في مصادر هذه القصة تقدر تبحث في صحيح مسلم في صفحة 1747 وصحيح البخاري صفحة 3124 اللين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم ونشوفكم إن شاء الله في القصص الجاية بإذن إذا وصلت اللين هنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسى التابع باقي السلاسل الموجودة على هذه القناة فيه ثلاثة سلاسل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الصغفر و أتوب إليك نشوفكم على خير وبتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة